فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول الآتي تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحة والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة لذا أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين مطالبا بوقفها بشكل فوري موقف الرئيس موقف الرئيس رأي الرئيس توجه الرئيس عقل الرئيس وجدان الرئيس ليست فقط عاطفة الرئيس وطنية الرئيس المؤمن بالقضية العربية المؤمن بكل أشكال القيم الإنسانية الرئيس الرئيس الذي يتحرك لنجدة فلسطين يتحرك لنجدة الإنسان يقف أمام العالم لنجدة الإنسان الفلسطيني بل لنجدة المبادئ الإنسانية لنجدة الناس اللي واقفة قدام حضراتكم جراء هذا القصف الوحشي الغاشم هذه المجزرة اللي ارتكبت في المستشفى الأهلي المعمداني يعلق عليها الرئيس فورا بمنتهى الوضوح والمباشرة ليس فقط رئيس جمهورية مصر العربية ليس فقط رئيسا لجمهورية مصر العربية ليس فقط رئيسا لكل المصريين لكن بمنتهى منتهى البساطة والوضوح معبرا حقيقيا عن الوجدان العربي بكامله معبرا بمنتهى الوضوح والمباشرة عن الضمير العربي بكامله حاملا على عاتقه قضية الصراع العربي الصهيوني حاملا على عاتقه كل الهم الإنساني للشعب العربي كل الهم الإنساني للشعب الفلسطيني رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي يحمل على صدره بكل فخر شرف العسكري يحمل على صدره بكل فخر وطنياته المصرية يحمل على عاتقه بكل فخر وبأقصى درجات التحمل القضية العربية مش بس هم مواطني المصريين القضية العربية أكاد أجزم أنه لم ينم إلا بضع سويعات خلال أكتر من عشر تيام النهارة أكاد أجزم أن الرئيس لم يتوقف عن استقبال المكالمات المقابلات الحديث العمل الدفع إلى مسارات وصول المساعدات إلى الأرض الفلسطينية